بودكاست صوته بينا بين المياه اللي توفرها الصناد فرديف وانتشار ظاهرة اسفيران الاسنين عند الاهالي بودكاست صوته بينا معاكم مريحاب مبروكي في الحلقة السابعة من بودكاست الاخضر صوته البيئة من انتاج قسم العادلة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والي بشلسلت فيها الضوء على تردي جودة المياه اللي توفرها الصناد في معتمدية الرديف واللي ما ترعيش فيها الجانب الصحي الملزم بالقانون كيف كيف بش نكشف الرابط بين المياه هذي وانتشار ظاهرة اسفيران الاسنين لدى السكان نتيجة تسممها بالفلور تثمن الدولة التونسية لحق في الماء في الفصل 48 بالتسطول اللي جاء فيه على الدولة توفير الماء السالح للشرب للجميع على قدم المساوية وعليها المحافظة على الثروة المائية للاجتماعي كما تثمن كذلك الحق في الصحة في الفصل 43 بالدسطول بعبارة الصحة حق لكل إدسان ويعتبر توفير الصناد المياه سالحة للشرب واحترامها جميع القواعد الصحية حق من فقوق المواطنين والمواطنيت الأساسية كما إنه بعض الأمراض المنتشرة في بلادنا اليوم كما الإسهال وأمراض السرطان والكيلاء والأسنين وغيرهم الأمراض تعتبر من الآثار الصحية الوخيمة اللي تلحق بالسكان نتيجة عدم احترام الصناد للمعايير الصحية المعمول بها في تونس وفي العالم كامل عبر توفير هالمياه ما تستيجيبش للمواصفات المنصوصة لها حسب دراسة للوكالة الوطنية لحماية الوحيد تبين احتواء معتمدية تير ضيف وأم العرائس منذ عام 2005 على أكبر نسبة تركيز للتلوث الماء هذا التلوث اللي نتج عن مصادر صناعية مقارنة بقية المعتبديات المجرمية كما المتلوي والمثيل كما أنه سنة 2004 توصل تحديث الجارد مصادر التلوث اللي من شأنها أنها تسبب أضرار على الموارد المائية في المنطقة عن تسبب المناطق الصناعية في تلويث المياه من نسبة كبيرة وحسب نفس التقرير فإن المياه الملوثة تتسبب مباشرة في وديان المنطق وهذا اللي يخلي قطاع الصناعة الكيميائية أول ما تسبب في تلويث الأود كيف كيف عام 2018 توصل الدراسة صابرة عن مؤسسة فريدريتش آيبرت تونس إلى أنه النفايات المجرمية اللي تطلقها مغاصل الفصفات في الأودية اللي الموجودة بالمنطقة تحتوي على كميات كبيرة من المعادل كما البوتاسيوم والزانك والباناديوم والمينيزيوم واللي يعتبر تواجدها بمعدن فوق العادي خطر على صحة الإنسان لكن السؤال المتروح اليوم شنو الرابط بين جنيع المعطيات هذه وانتشار اسفرار الأسنان في الرديف بالرجوع إلى الدراسة اللي قامت بها طبيبة الأسنان شايمي البيزاني بالتعاون مع المرتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حسب الدراسة فإنه ماسونين في الرديف يحتوي على 2.2 ميلي جرام من الفلورايد في اللتر الواحد حسب نتائج التحاليل اللي أجرتها بالمخبر المركزي للتحاليل والاختبارات في تونس علما وإنه مرضة الصحة العالمية تعتمد نسبة 1.5 ميلي جرام فقط للتر الواحد للماء الصالح للشرب باعتبار أن الفلور عنده تأثير إيجابي للحد من البكتيريا المتسبة في التساوص كما أنه يساعد في تكوين الأسنان ذات قدرة على المقاومة ونقصه يساهم في ارتفاع التساوص لكن ما لازمش يفوت النسبة المذكورة للمصاع عليها لأنه تجاوز النسبة هذه يسبب التسمم بالفلور وبالتالي إصفران الأسنان وجود الفلور زيادة عن الحد الطبيعي خل التسمم ينتشر لدى سكان الديف وصلت السعين بالمياه منهم يعانوا منه من خلال انتشار مقاع سفراء وبنية بالأسنان ويعاني زيادة 28 من أصل 36 صغير من تسمم الأسنان بالفلور أي أنه 78 بلميان من الأطفال في الرديف مصابة بتسمم الأسنان بالفلور وهذا يعتبر مؤشر يعكس حجب الخطورة اللي يسببها المال متأتي من الحنفيات نحن في محترف تبديد الرديف نعاني من رضاعة الماء اللي تسببنا ببرشة أمراض صحية مثل هذه الحصر وعندنا كذلك حتى صفراء الأسنان وهشاش تلثة وأكثر حاجة نعاني منها ياسر حتى طعمة الماء ساعد نصطعمه نكلور ساعد نصطعمه فيه الكالكين وهذه الموضة أثرت ياسر على فئة كبيرة في المجتمع خاصة للناس الذين يجبون تشري الماء في الساعة الشر نشاطة أن هناك حلول عاجلة قطرية للماء والأولويات خاصة عندما نحكو نحن في ربستان يوم أغلبية الموضنية في الرديف ويستعملوا في تنظيف الرديف والمتوسط لكن هذه مرصفية موجودة وبالرجوع كذلك إلى التحاليل التي قامت بها البحثة شايما البيزاني تمين أن المياه الجوفية فرديف صالحة للشرب حيث لا تتجاوز فيها نسبة الفلورايد 1.47 ميلي جرام في اللتر الواحد وهذا اللي منصوح به من طرف منظمة الصحة العالمية ما يعني أن المياه الجوفية في الأساس لا يوجد بها أي ملوثات كما أنها متسببش أي أضرار على الصحة لكن عدم وجود مسالك كافية لديوان التطهير بالإضافة إلى تراكم النفايات الصناعية الصادرة على سي بي جي والجروب شيميك اللي تترسب في الطبقة المائية وتتحلل وتتسرب إلى المياه الجوفية وين تمر بشبكة الصونات وزيد على هذا عدم جدية الصونات في تعاطيها مع هذا الإشكال وحفاظها على الشبكات المائية المحتلقة دون السعر إلى تجديدها وصيادتها هذا اللي يخلى نسبة التلوث في مياه الحنافية عالي برشا من خلال ارتفاع نسبة الفلوريت معانا بشكول شيميل بيزاني طبيبة اسلين قدم لنا بعض التوضيحات في هذا الموضوع بالرغم أن الصناد والسي بي جي يتشاركوا في نفس المياه الجوفية بطرفية إلا أنه نتيجة التحاليل تبين ارتفاع ملحوظ لنسبة الفلور في ماء الصناد في حين أنه نسبة تركيز الفلور في ماء الكوبانية عادية مما يعني أنه التغير الحاصل في تركيبة الماء غير متأتي من الطبقة المائية بل هو نتيجة تفاعلات حاصلة خلال نقل الماء إلى السطح من أجل الاستهلاك نتيجة تحاليل تضحف الفكرة الخاطئة اللي يتسوقلها عن نوعية الماء في رضيف واللي يتقول بأنه طبيعة المياه الجوفية للمنطقة هي السبب في تسمم الأسنان وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفلور فيها التحاليل اللي قمنا بها أنصبت الطبيعة وأكدت أن المياه الجوفية في الطرفية وتبديد لا تتجاوز المعايير المنصوح بيها من منظمة الصحة العالمية حيث تقدر بـ 1.47 ميلي جرام لتر الواحد نسبة الفلور فيها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السناد لا تقوم بدورها في توفير مياه شرب نظيفة وصحية لسوكين رديف كما أنه عدم استقصائها حول الأسباب التي تجعل من مياه غير صحية وآمنة يضعها موضع المتقاعس في إيجاد حلول جذرية من أجل القضاء على المشاكل الصحية التي يعاني منها أهيل الرديف والتي من بينها تسمم الأسنان بالفلور العدالة البيئية في تونس اليوم ما تنجمش تتحقق إلا بالمساواة في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنين وأهمها الحق في الماء الصالح للشرب وكيف كيف الحق في الصحة وتكافؤ الفرص بين الجميع في التمتع بالحقوق كما أنه الحقوق لا تتجزأ وتوفير الصناد لمياه ملوثة هو ضرب لحق المواطنين في الصحة المكفور في الدستور التونسي إلى جانب تهميش حقهم في مياه صحية وآمنة ونذكروا لعنان أنه عشرين بالمياه متواسطة يشربوا في مياه ملوثة حسب آخر الأحصائيين على هذاك لازم الصناد تراجع استراتيجيتها وتعمل على توفير مياه ذات جودة كما أنه أصبح واجب عليها تحمل مسؤوليتها توجه الأضرار الخطيرة اللي بغي تسبب فيها الصحة السكان عبر العمل على إعادة صينة شبكات التوزيع ومراقبة المياه التي توفرها